هلو فيكم حقا جدا من خمس اشياء هذه الحلقة راح نتكلم عن خمس حملات تسويقية مثيرة للجدل يعني شركات ستسووا حملة تسويقية لعبتهم وانت قل من جدهم ذولي ايش الغباء هذا شي زي كده فقبل ما نبدأ لا تنسون لايك والاشتراك بالقناة ويرطيكم العافية على دعمكم لنا وخلونا نبدأ اول حملة معانا من شركة سوني وهي عن لعبة God of War 3 على وقت اصدارها سوني سوت حفل تسويقي للعبة المكان كله كان عبارة عن ثيم للعبة منحة الديكور وملابس ورسل دعوة لكل العالميين عشان يغطون الحفل من ضمن الفعاليات الحفل جابوا عنزة مضحين فيها يعني ميتة ينقال لهم يعني الحينها من ضمن اجوال اللعبة والحفل لكن جريدة الديلي ميل حصلت على صورة من داخل الحفلة والكثير قال ان جثة العنزة كانت دافية يعني توها مذبوحة وكيد بعد ما انتشر الخبر كثير انزعج منها وانتقدوا سوني انها تدعم العنف ضد الحيوانات بعد الخبر في فترة ظهرت اخبار ثانية تذكر ان العنزة كانت رح تنذبح بالاخير بس فريق التسويقي استغل الموضوع يعني باختي صار كنم يقولون ترا هي ميتة ميتة خلينا نسيبت منها اجلوا عندنا واحد من سويومندي وجاب لك جو سوني عندنا ايش يقولون الناس ورا ما تعزمونا ثاني حملة من شركة اكليم حاولت تبتكر شي جديد مع اصدار لعبتهم شادو مان تو فكروا بشي ما يختر على بال احد قرروا انهم يدورون عن عوائل عندهم احد متوفي يعني توه متوفي وانهم يتكفلون بتكاليف الدفن والعزة يدفعون كل شي اذا خلوهم يستغلون القبر لاغراب دعائيا للعبة نقطة صمت عشاس الواحد يفكر ايش الغباء هذا يعني واحد توه ميت عائلة ميتة تيجي واحد يقولك ممكن استخدم اخوك ابوك اي واحد مدوفي لك قريبك بس بس ادعايا للعبة وعطيكم فلوس اكيد جاهم امتقاد كبير انهم يستغلون العوائل لدخلهم ضعيف مساكين والخبر انتشر بشكل كبير لدرجة ان كنيسة بريطانيا اضطرت تدخل في الموضوع بحيث تطمنون الناس انه ما في احد رح يستغل القبور اللي عندهم لأي غرض كان وكد الشركة قالت ان نيتها طيبة انت بتساعد الناس ولا تعرفوا بانهم اخذوا فكرة متطرفة زي هذه بس عشان يسوون دعايا لعبتهم فعلا حاجة غبية جدا والحملة الثالثة عندنا لشركة اي 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 او الالكترونيك اراتس مع وقت اصدار لعبة دانتيز انفرنو حبت تسوي تسويق جديد يناسب اجواء اللعبة في معرض كومي كون عادت مسابقة اسمها سن توين يعني سو معصية عشان تفوز من الحين يبدو الغباء كيف وصولها كيف واكيد اي شي يلمس اي ديانة او مذهب رح يسبب مشاكل هذا شي طبيعي حتى انهم سووا مظاهرة مسيحية مزيفة ضد الشركة واللعبة وانقلبت عليهم طعوا ناس مسيحيين حقيقيين سووا مظاهرة عليهم والمسابقة كانت اسوأ من اللي صار بعد كانت تطلب منهم انهم يخذون صور وهم يسوون معصية يا ساتر يعني انت ترسو معصية وتتصور عساس تفوز في لعبة واللي يفوز رح يحصر على ليلة كلها معاصي يعني انت تسو معصية والجالزة تكون شفت هذه المعاصية اللي سويتها هذه بتسو معاصي ثانية زيها الحملة جاه انتقاد كبير وانهم يحرضون على المعصية وغيرها من هذه الامور انزلوا بعدها بيان بانهم يقصدون ان الفايز رح يقضي ليلة مع مطورين اللعبة ويتعش معاهم يا ساتر اذا هذه هي المعصية فمصيبة ذي كل اللي صار اثر على اللعبة بشكل كبير والغريب انهم استمروا في الحملة رغب الانتقاد اللي صار مرة ثانية ترجع لنا شركة اكليم مع وقت اصدار جزء ثاني من لعبة السيارات المعروفة برن اوت يعني لعبة السيارات ايش نتوقع بيكون حاجة غريبة فيها جابوا فكرة جديدة لتسويق اللعبة عشان يتميزون عن باقي لعاب السيارات الجزء والكن ناجح فما كان لازم هذه الفلسفة عشان ينجح جزء ثاني الناس تشتريها بتشتريها برن اوت لعبة مشهورة لو نزلت لعبة بدون اي تسويق كان يمكن نجحت اكثر بعد على العموم الشركة حطت اعلان اي واحد في اصدار اللعبة راح يسرع في بريطانيا ما ايليش بالصراحة اوكي اي واحد في يوم من اصدار اللعبة راح يسرع في بريطانيا وياخذ مخالفة راح يتفعونها ايش الغب هذا يعني ان تروح انت تسويق سيارة وتروح تسوي تسرع بالشارع وتجيك مخالفة من الشرطة وهم يتفعونها عنك وبعدين يعني هذا شيء كويس لهم تسويق لهم وشي طبيعي لكثير غضب من هذه الحملة اكيد يعني يعني انت تسرع بتموت اكيد ما في نقاس مثلك حادث ولا شيء شيء خطأ تسوي حتى وزارة النقل بريطانيا الغت العلان وعطتهم مخالفة منها تشجع الناس على السرعة وكسق قوانين طبيعي والشركة طلعت بعذر كالعادة انهم يحاولون يخففون حمل المال والمخالفات على الناس يعني ما نحنا منسوي عشان نلعب حقتنا لا حنا نبغى نساعد الناس المساكين اللي يسرعون نقول لهم اسرعوا حنا نتبع مخالفتكم مخالفتكم الثانية ما نشغل فيها بس المخالفة اللي نقول لكم عنها واو واخر حملة معانا لشركة سوني بدينها بسوني ورح ننتهي مع سوني هي حملة جديدة لتسويق حق اللون الجديد الجهاز البلاي ستيشن بورتبل أو البي اس بي الاساسي اول ما نزل كل لونه اسود وبعدين اصدروا اللون الابيض حبوا يسوون اعلان جديد مع الاصدار نزلوا اكثر من اعلان يعرضون فيه بنتين وحدة بيضة يعني لونها ابيض يعني عرق ابيض لابسة لبس ابيض والثانية سودة او افريقية خنقول برضو من عرق اسود او افريقي ولابسة اسود وبهذا الاعلان قصدهم ان الابيض احسن من الاسود يعني الجنس الابيض او العرق الابيض احسن من العرق الاسود المصيبة امريكا كلها بنيت على ان مشاكل السود عندهم تاريخهم كان اسود من موضوع هذا فعشان كذا ناس كثير طبيعي غضبوا بموضوع هذا وجههم تققات كبير بانهم عنصريين شي طبيعي ايضا خصوصا ان الاعلان انتشر في كل عالم بالنهاية سوني اعتذرت عن اي ساعة وانها ما كانت تقصد هذا الشيء ابدا بس الكثير اتخذنا حركة مقصودة من سوني عشان تشد انتباه الناس اكثر انتم اشراكم من وضوع اكتب تحت بالكومنت سال سوني تبيت تصيبها الحركة حسان تشد انتباه الناس ولا انه فعلا مسكينة ما تجري عن شي لكن في النهاية كلنا نتفق ان هذا كان غباء تسويقي فعلا وهذه كانت خمس حملات تسويقية مثيرة للجدل يعني صراحة ما عليش تقيم ان كان هذه اول حلقة بخمس اشياء ما قدرت كاملت ما لك نفسي وانا قاعد اقرأ نص اللي كتبته حق الحلقة لانه صراحة اشياء غبية جدا فبوريكم الرياكشن حق الطبيعي لموضوع هذا متاكد انكم يجيكم نفس الرياكشن لو سمعتوا الخبر هذا اذا عجبتكم الحلقة اعطونا رأيكم تحت ولا تنسون لايك والاشتراك بالقناة وايضا لا تنسون تضطون زر اللايك هذا جدا مهم قد لكم ها مرة ثانية لانه جدا مهم لنا نعرف انكم انتم تبقون سلسلة تستمر واندكم مستوين بشغلنا وايضا الاشتراك عساس ان شاء الله نوصل مليون وصلنا خمس مئة الف بدعمكم وان شاء الله نوصل المليون مع بعض باذن الله ولا تنسون ايضا اذا عندكم اي اقترحة ثانية حق خمس اشياء اكتبوها تحت وايضا اذا في خمس حملات ثانية او حملات ثانية ما سمعانهم اكتبونا تحت وان شاء الله راح سويها في الجزء الثاني اذا تبقوا نسيلكم ايضا كما معكم هذا الشيح اعطيكم العافية مع السلامة